تحياني ضالية عالية تفاعلا مع آخر ما جاء في الصحفة الوطنية بخصوص ما قاله ورئيس الحكومة من أن هناك اتفاق موقع بين الموظفين هذا الكلام نطبع تحل قيص الأمن الصحي للبلاد يعني خص رئيس الحكومة إما إن فيه وإما لا سكت فإنه يؤكدها علش كنقول الأمن الصحي للبلاد لأن هناك حاليا تماني نقابات يعني تقوم ببرنامج نضالي في قطاع الصحة على أساس تنزيل أو المطالبة بتنزيل مخرجات اتفاق 26 جنبير 2023 هذا اللي كان نتيجة برنامج ديال المفاوضات اللي كان مع وزير الصحة أو مع وزارة الصحة اللي داز أيام وأيام عديدة هاد المفاوضات اللي كانت مثلا في مراكش في الضالبيضاء في غيباط هاد المفاوضات طبيعي الحال أكيد أنها كانت بعلم يعني الحكومة لأن أنا ما كانتش بالبساطة اللي صورها رئيس الحكومة بأن هناك اتفاق مقع بين الموضفين هاد الموضفين هي مؤسسات أولا مؤسسة النقابة آآ اللي واجب على آآ 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 بأنه يحترمها آآ كي مؤسسة آآ وزارة الصحة آآ اللي هي قطاع تابع على آآآ آآ 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 فرئيس الحكومة هو رئيس جميع الموضفين آآ بالمغرب بطبيعة الحال هذا هذا المعطى هذا اللي كانظم بأن رئيس الحكومة آآ تغافل عنه حينما صراح بهذا الصح إن صراح به لأنه لحد الساعة آآ لم آآ ينفي هذا الخبر الذي نشر ب آآ الجرائد الوطنية والذي أتار حفظة جميع الشغيل والعميل بالقطاع الصحي هذه المسألة هذه بطبيعة الحال آآ كتزيد آآ إصرار الشغيل الصحية بأن البرنامج النضالي الذي صوتها واللي فيه 12 يوم ديال الإضرابات للأسف الشديد آآ 12 يوم فاربعين يوم هو معدل معتفع جدا في قطاع حيوي آآ اللي يعاني منه ويعيعاني منه المواطنات والمواطنين المغاربة آآ كنا نتمنى أن تتعامل آآ رئاسة الحكومة بجدية أكتر آآ لكن للأسف الشديد لحد الساعة آآ ليس هناك أي تفاعل إيجابي من طرف رئاسة الحكومة كين هناك إضراب كين هناك مسيرة ستكون مسيرة وطنية من باب الحد للبالامان آآ كل هذا آآ تحت أنظر المجتمع المغيبي والمجتمع الدولي كأن تماني نقابات في قطاع صحة تجتمع على ملف مطلبي آآ أو آآ تجتمع على تنزيل اتفاق آآ لم يتم يعني لم يسبق آآ أن وقعت بالمغيب أن يجتمع التماني نقابات آآ في قطاع الصحة على تنزيل اتفاق آآ موقع مع الوزارة إحنا كنعرفو آآ المؤسسات وزارة الصحة هي مؤسسة تابعة لطبيع الحل الحكومة ويجب على الفائق الحكومي تحمل مسؤوليته آآ أما ما قيل فهو مضود على أصحابه مضود على رئيس الحكومة آآ يعني لحد الساعة آآ كل يعني المحطة النضالية التي قام بها التنسيق آآ حسب بلاغاته وبياناته فإنها يعني الحد الآن مسألة رمزية آآ يعني ليس هناك أي تسعيد آآ يعني في هذا القطاع بالمقارنة مع قطاعات أخرى آآ التي صعدت بشكل غير مسبوق لم يتم هناك أي سأل تسعيد وأقول أن هذا النضال اللي حد الآن هو نضال رمزي نضال لخصوصية قطاع الصحة نتمنى أن يبقى هذا النضال في هذا المستوى وأن لا يدفع رئيس الحكومة بتصيحاته وخارجاته الموضوع لمستويات آآ لا يغب فيها آآ أي أحد آآ قطاع الصحة يتصل بالأمن الصحي للبلاد هو قطاع حيوي وهو مسؤولية وكل تانية آآ أو دقيقة آآ من الإضراب آآ يعني فهي آآ تمس الحق آآ من حقوق آآ الدستورية في الوصول إلى آآ يعني الصحة آآ هذه مسألة هذه بطبع الحال المسؤولين النقابيين على علم آآ بتابعتها وأن نتمنى أن المسؤولين السياسيين الحكوميين آآ ينتبهوا لهذه المسألة هذه وأن لا يصعدوا من جانبهم وأن يفتحوا آآ باب آآ الحوار والتفاوض لأن هذا المطلب آني هذه اللحظة هذه وتصعيد ليس في صالحي أحد ترجمة نانسي قنقر